بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في شرح هذا الجزء العملي للمسائل في مادة مقاومة المواد اختباراتها معكم الدكتور أمير محمد القسنطيني نواصل مع شرح المسألة الثانية معطى هذا الشكل هذا السوليد وعليه أحمال كالأتي طبعا هو بين جويند في النقطة A عليه العزم 90 نيوتن متر في نفس اتجاه قرب الساعة وعليه قوة سحب 60 نيوتن المطلوب هو ماذا هو حساب الهوريزنتل والفيرتيكال كامبوننت للرياكشنز لردود الأفعال في النقطة A مع العلم أن النقطة B عليها ماذا عليها ردة فعل NB أول خطوة هي رسمة الفري بادي دياغرام لتحليل القوى كالآتي سنطبق قانون سيجما F تساوي صفر وسيجما M تساوي صفر اللي هو الاكويشنز أو الكونديشنز أو الكونديشنز أو اف اكوليبريوم شرط الاتزان في البداية على النقطة A عندنا two announce اثنين من المجاهيل وهي AX و AY فلما نستعمل قانون سيجما M في A يساوي صفر نلغي هذا المجهولين و نتمكن من حساب الرياكشن في النقطة B سيجما M في النقطة A تساوي صفر مجموعة العزوم في النقطة A تساوي صفر ما هي العزوم التي عندنا في النقطة A هي كالآتي عزم الان بي في النقطة A هو الان بي ضرب المسافة صفر خمس وسبعين متر عزم القوة 60 نيوتن تكون 60 نيوتن ضرب المسافة واحد متر والعزم الكلي المعطى 90 نيوتن متر هذا مع مراعاة أنه العزم عكس اتجاه عقارب الساعة سيكون موجب إذن في اتجاه عقارب الساعة رح يكون سالب مثل ماذا؟ مثل عزم التسعين نيوتن متر اللي هو يضاف في المعادلة على أساس أنه سالب فنتحصل على ان بي قوة الان بي ضرب الخمس وسبعين موجبة لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة وبالتالي العزم يكون موجب سالب التسعين نيوتن متر سالب الستين نيوتن ضرب الواحد متر في الأخير نتحصل على أنه ردة الفعل في النقطة بي ان بي تساوي 200 نيوتن ثم نطبق قانون سيجما اف على اكس تساوي صفر ما هي القوة التي معانا على اكس؟ القوة التي معانا على اكس هي كالاتي الجزء الأفقي من ردة الفعل ان بي ونستعمل هنا الساين لأنه 30 درجة زاوية مقابلة وأيضا ال اكس وهي الجزء الأفقي من ردة الفعل على النقطة ا وهي المجهول التي نبحث عنها فيكون معانا الاي اكس موجبة في اتجاه الاكس موجب أما الان بي ساين 30 فهي سالبة لأنها في اتجاه الاكس سالب في الأخير اي اكس تساوي 100 نيوتن أما بالنسبة للقوة الاي واي فنطبق قانون سيجما اف على واي تساوي صفر القوة التي معانا في اتجاه الاي او في الاتجاه العمودي هي كالاتي هي الجزء العمودي للان بي والزاوية 30 راح تكون زاوية مجاورة يعني كوساين أيضا الاي واي وهي الجزء العمودي لردة الفعل على اي أيضا الستين نيوتن وهي تعتبر سالبة لأنها في اتجاه الاي سالب المعادلة هي كالاتي اي واي سالب ان بي ضرب كوساين 30 درجة سالب الستين نيوتن تساوي صفر وبالتالي نتحصل على ان اي واي تساوي 233 نيوتن